ترجمة نانسي قنقر الاجتماعي أظهرت وحشية وعنصرية الاحتلال في التعامل مع المقدسيين الحجة جاهزة الإعلام الإسرائيلي جاهز الرواية الإسرائيلية الأمنية والسياسية أيضا جاهزة محاولة الطعن ظن مستوطن أو قد يظن شرطي إسرائيلي أو ما يسمى حرس الحدود بأنه قد يحاول عمل شيء معين أو في إشارات معينة فقط إطلاق النار جاهز والرواية الإسرائيلية جاهزة بغض النظر يعني بالآخر هي عدمات ميدانية بتتملي المواطنين لمجرد أنه شخص عربي فهو معرض في أي لحظة على أنه يعني يقتل بدم بارد بحجة أو حتى بدون أي حجة لمجرد أنه هو مواطن أو مواطنة عربية مقدسية يعني رواية إسرائيلية مفبركة ومزيفة دائما أيضا بابل الأصباط مبارح صباحا كان شهيد الخطيب يعني أعدم أيضا شهيد الأخير مساء كان في الحافلة في المحطة المركزية أيضا هذا الشهيد أعدم هو الآخر بدم بارد يعني مبارح خميس حتى كان في أحد الفيديوهات واضح وهم يعني بعد عملية تصفية أحد الشهداء وهم بسألوا عن السكين وين السكين وكان في مستوطن يعني طال سكينة فالسككين جاهزة معهم هم في حال يعني أي حدا في حال يعني عم استهدافهم لأي شخص السكينة بتكون جاهزة منهم نعم ترجمة نانسي قنقر